السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عمر من قناة CP9 مدرجة لكم اليوم فيديو جديد اليوم فيديو اول شي بحب اشكركم كتير كتير لانه والله انكم كفوا وادها قطيت لكم على فيديو تشاندلر انه توصلوا الفيديو لخمسين لايك وبكل سهولة وصلتوا للفيديو لخمسين وحتى صار ثلاثة وخمسين لايك الفيديو فعن جد انكم كفوا ولهذا الشي مثل ما وعدكم وانا زلمي عفكرة من كتر ما كتواسق من انكم حتوصلوا لخمسين لايك اعملت اليو ار قبل احتى اساسا ما يوصل للخمسين بمجرد ما وصل لخمسة واربين قلت خلص مضمونين الشباب ادها وصل لخمسين واليو ار كان اراد يجاهز طبعا حيجي ممكن الناس يقول له يا عماد تبطلت فلسفة على اليو ار انا هذا احسن شي عندي عفكرة بايسك ستاتس يعني ما تشوفوا انه انا عامل بايسك ستاتس هاي معنات انا كتير راضي عنها لا انا عفكرة كتير مزعوج هلا هاي اوكي تمام بيرفكت وهي نقصة واحد وهي نقصة قليل بس انا بودي يكون عندي قطع للأسف للأسف تشوفوا كمية القطع اللي عندي مثلا هاي احسن قطع عندي وديفنس انا ما عد بدي ديفنس صحيح عندي كتير قطع ديفنس يعني هاي قطع اللي هي احسن واحدة من القطع كله اللي بالبوكس ستة وسبعين ما عم يطلع لي قطع يعني شوف شوفوا كلهم ديفنس ما في شخصية بدي يحط له تريبل ديفنس لو بيطلع لي حدا بده تريبل ديفنس غير هداك شو اسمه ترميل كنت والله عملت بس اه هدول احسن قطع مطلعولي للأسف اه ان شاء الله ازا بيطلع لي قطع احسن اساس انه يسوي يوارات اكتر لشخصيات طبعات يعني انا حاليا مو فليكسينج بس انا عم حاول اني شارككم واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تماما تسعة عشر ايدا عشر اتنا عشر اربطعش اربطعش خمسة عشر اشت عشر اشت عندي اه عندي ستونز انجريفنج ستونز بس للاسف ما عندي قطع الجير مرتبة وما عندي عندي بز بصراحة اه الجير تابعة شادلر لسه مو بيرفكت بس اه يعني الستاتس تابعه حلوة كله فوق الى 13 كل شي عليه فوق الى 13 اعتقد هادا اللي متل ما بيسموه السويت سبوت اللي هي قبل اللي يعني اكتر من 13 فوق الى 13 بصير بتحط انت شخصيات اللي هي اول شي تكون شخصيات بتحتاج مسلا اتاك كتير بترفع للا اتاك تبعها على الى 13 اذا كانت شخصيات سي 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 باعه ساعة تبتك تسويها 15 اه متل مو شايفين التيم هذا هذا اعتقد اعتقد مو احسن تيم مو كان اذا بنحط استراوسة بدل اه زيلترس بيكون احسن بس للامانة انا بدي شخصيات تعطيني ستاتس والشي الحلو انه زيلترس حاليا عم يعطيني بسبب المو الكوماند من تابعه بسبب الباسف تابعه هلا فيه شغلة سلبية انه الباسف تابعه بتعطيك على حسب الكماند منتس وانا بالتيم عندي ما في غير درولا عنده كوماند منت هو وزيلترس فانا فعليا مواخد الى 12 لو بحط زيلترس الاخضر بداله باخد اكتر بسبب الديبافات اللي عم باخده طبعا انا رفعت السولت مليودوس لليفل 90 اه 5 out of 6 ماكس كوزماتيكس كله حتى اليو ار اللي عليه بس اليو ار اللي عليه اه ما بعرف لش انا عامل هيك حتطلو يعني حتطلو القطع اللي مو يو ار ومليودوسداني حتطل القطع اللي يو ار اللي عليه اتش بي اه بتكون ما تواخذوني لاني ما كنت كتير متهيئ بالفيديو اه هيك اعتقد حيرتفع السي سي تبعنا وصل الـ 286 اه المفروض اذا بوص اذا برفع اثنين من هدول الشخصيات لليفل 90 بصير الـ التييم سي سي ميتاتون سي سي ويو ايه ليس سيئ كتير بصراحة ومتل مو شايفين الـ الـ ستريك عندي بالتيم هادة تسعة جيوم من اصل تسعة جيوم ما لي خسران هاد الان جيم واحد فينا هادة هادة دليل على انه الفيديو اه الفيديو هادة دليل على انه التيم جدا طوي او اقول لي عمتلعوا ضد دي جدا نوباته هيبين نحن بالفيديو اليوم بس على حسب طلبكم بنا نلعب لعبة باسيف او غير باسيف بس بما انه رحنا عم نلعب بي في بي فحنعملها لنسخة تبع البي في بي اللي هي متة او غير متة بالخمسة جيوم اللي رح نلعبه شروط اللي هحنشرحها اه بالخمسة جيوم اللي رح نلعبه بالبي في بي رح اختار شخصية وحقول هل هي شخصية متة او غير متة ازا بتطلع ضدنا شخصية بواحد من الخمسة جيوم هدول هذا معناه انه هي شخصية متة وبكون انا اللي ما بعرف انا بكون شو ازا انتو حزرت ازا انتو حزرتو ازا هي متة او لا بتربحوا معنا شخصية بي في بي بضيفوها تشكلات شخصيات البي في بي مش هتتعرف شخصيات المتة اما ازا بتخسروف حيكون في عقوبة وهي انه هتشتركوا معي بالقناة مما حينتج عنه انه هتطلعوا فيديوهاتي الى 7 deadly sins و my hero academy عندكم القناة طبعا انا بنزل فيديوهات عن my hero academy كمانا بنفس الوقت بس بعدي بعدي بنحكي خلونا نبلش اجتني مكالمة واضطريت اني افصل الجيم بس على كل احوال ما كتب اتوقع ان يفوزوا للجيم الماضي للامانة يعني اول مرة قد يصر لعبت بالتيم هادة 10-9 جيوم ولعبت بالنورمل بي في بي يمكن 20 جيم اول مرة بيطلع لي تيم اول مرة بيطلع لي تيم as sold لو حاطت زيلدرس عفكرة زيلدرش زيلدرش زيلدرس بالويش كتير توكسيك هادة شكله حاطة دوتش فود مو حاطة دوتش فود هادة شكله بوت آآ زيلدرس لما تكون حاطه بالويش كتير 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 مزعج وطوكسيك هادة ما بعرف شو هادة بوت ولا البنياء هادة محيي بس بما انه شكله ناوي يضربني البومبكين بومز فما بعرف للامانة لانه ما لعى اي تأسير البومبكين بومز طبعا هلا انا المفروض المفروض اللي اعمله هو اني اعمل هيك وعلى عمل يجينا انا مصيب محب اني ممتاز محب الستراتيجي تبعي تبع التيم تكون عبارة عن راش ألتيمات بس المشكلة عميت العضلتي كتير ناس راش ألتيمات انا عمشوف اذا عندي تعليق هادة مية بالمية بوت اذا عندي تعليق على شي جاندلر الكرت اللي هو البنفسجي يتابعه بيشيل السيكند افكت تبع الكروت بس المشكلة شو ما بعرف ليش ضد اليزابيث ما عمل شي يعني لما عملته ضد اليزابيث من كم جيم ما كان له اي تأثير يعني هيلت وحطت شيلد فأنا استغربت انه شو بالنسبة اللي بعرفوا انا المفروض الكرت تبع تشاندلر لما تستخدمه سيلفر هدا مرحب لانه عمل زيد رزستنز تبعه هدا حيضوان نوعاتنا عالفاض طبعا تبع جدا جدا قوية في شغل كمان كتير كتير حبيت بأسولد مليودوس انا عفكرة هديش صال لي عندي أسولد مليودوس بس يعني ما بلاش نستخدمه بشكل كبير الا بعد تشاندلر لانه التيم يعني عم بستمتع بالتيم هنشوف معقول يكون هدا ريل بلايب هلا بيبايب معنا هلا بقود اا شو كنت هم بقوله انا ايه بعد ما اجد شاندلر بصراحة صار عندي شوي هكي متل عم بستمتع لما لعب التيم هدا نفسي اني طور زيدرس الاخضر وحطه بالتيم بس المشكلة زيدرس الاخضر عندي اول شي وان سيكس وتاني شي لسه معمله سوبرا وايكيلي ولا شي وتالت شي وهو اهم شي بالنسبة لي بصراحة انه ما عندي ولا قطعت لبس ولا قطع اوكي اوكي لهلا ما اطلع ساريال هلا انا بلكم ساريال ميتا وحطه رو ما اطلعها نضحك على بعض شو من نسبة انه ميتل خمسة وتسين الف سي سي هدو هلا الموت اا انا حطت سي سي فود موتوتش فود اا هلا هاد اذا ما اعمل لي كنترول للألتيمت لازم اعمل راشالتي السوت اا اا السوت هلا هو يروح قول ان ولسور اوكي كنت له على فكرة عادة اوه للأسف يا صاحبي للافَس تبت متروح قول انه انا اتروح قول انه كم Anchor مبدأ ايه المفروض رجال اتش بي لي روح لي ايه مفروض علي سلاكين باسيف و سلاكين رزيستنس اعتقد الجيم شي شي مع ايه واحدة من هي الا ازا طلع له كارت جولد تاني و كارت جولد تالت لسكنور فبهي الحالة ما فينا نعمل ايه شي غير ان ننسبه و نطلع اخر كأنه بايده كارت جولد تلاحظتو ده برا انكا بتطلع له هاي لفة و ما رح يقتلني او رح يقتلني و ادخل زمنه يعني ما عارفت يحكي اقسم الله ما عارفت يحكي كتير مخهور النظامي كتير كتير مخهور يعني المفروض اول شي انا عليي ستاكات الباسيف عليي ستاكات درول و ليفل تسعين والزلمة المفروض اساسا ما له فل اتش بي و ما بصير يكون معه كل هالكروت الرانكب تلايه رانكب بات بلافتين ما بصيف ده بالرانكب اجين و اتلنا هادا ما تزنك بس يا غلا بولشت لا والمشكلة انه حتى انت التعين بقى حاشتا مرايكا لا ما بعارش ليش عامل كيبت كيفا يبقى ما عاملته هالحركة بس انقهرت حرام هاد القيم ما اخسر او ما اخسره فانا انحرام هاد القيم ما فوق انا انا لا ما معرف ليش لما ايش بيصور فيديو كل خوازية الدنيا بتطلع و هادا الجيم اه متل ما شفتوا تسعه تيوم قبل هيك لعبان و مخسران جيم و مو بو تا طلع فكرة كيب مطلع يبطلق يستخدم رانج حلو يلا نخسر من هذا مرة واحدة كمان يعني وقفت عليه ما لا محر زياني طيب هلا هذا 99.9% مستخدم دوت فنحنا منعمل هيك بعد ايه نعطي واحد شاد لحن شو بصة ايه خلينا السيف سايد احسن هذا الريل بلايع يبناه يتعمل الكاونتر تبعه شاندلر يعني ما كتر بتشدد تعرفين بس اعنفكر اعمل هيك والله بتعرف بس بعمل لي فريز او بقتلني مارلين عنده القدرة اعتقد انه تقتل بس حاطة ريم اوكي مئة ثلاثين الف جدا طبيعي على فارلين اوه اوه طيب هلا هي فيها مجازة فريز ازا ما بقتل ريم ازا ما بقتل اوه سوري ازا ما بقتل اميليا احتعمل لي فريز و تشيلد بوفات لي هاتيم تبعها كنه بس انا وااثق انه اصوت مليادة سمادري تلا اوكي تمام بس ااااااا يعني محسس الفوز هذا يعني من فيه ايمي لانه اليوم المنقات عم جدا صعب هذا احد ما الودع مرلن جدا دمجة عالي سوى كمان مودع يعني اذا بتموتي من هلا والله بترهيني والله رام تابعه تسعين يعني الزلا مش هغارب نيها للتيب اذا نساوي رام تسعين لهلأ عفكرة ماش نربط لهلأ ماش نربط الجولد ستانس تابع تشاندر لانه كل ما عاملها بالنورمال بي في بي بي بيطلع ضدي ذا ون معو جولد بونك بضربني ضربة بيودع لي الدنيا كلياتا وصير كي اني ما اعمل شي طيب مفروض صار لسا في عالنا الجيم الجيم الاول اشاني مكالمة ما خسرته وفعليا الجيم الثاني خسرته الجيم الثالث اشاني ابو تربل رانكاب والله سجل غير مشرف نيها وشاي 100% وين ريت و100% بطيخ ريت طلع كله ع الفاضي ان شاء الله هدا يكون ريل بلاير ومم او تربل رانكاب باول ثانية O A O فان بوي نشاء الي باء او ا اص Clearly كل اس بلاير بدون معي بصة طيب احنا نمشي على الستراتيجي تبعنا ما في اني اضرب بقى صوت مليودس او اللفة لانه يعني البفات اللي علي ما بتكفي اقتل احدا طبعا هو اللي هيعملي كتب غوثر او هيجحش علي بصدار او بامكن بونس باليار يعني ينسي شي 17 طيب احنا هلا بهاي الحالة بنعمل هيك وهيك وهيك هاي المشكلة ما عندي ما عندي يعني ما فيني ما فيني اعمل عليه يعني اي كنترول بمجرد ما هو عمرش انا بدي قعد اتفرج عليه والحمد الله يعني هني عم يعطوني كروت درول يعني كتب كتب محتاجة اه ما هيضرب بس بام التراش طبعا اكيد ما رح تموت لا والله يمكن تموت التراش بلاش تكره التيم افكرة بحسس انه الريكممديش انت باعي غلاط ما لما بلاش تشوفي الخزائر ما لك حق يا سلمي اوه اوه يعمل يستن عادي اوه 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 ど 들어�له اوه 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 اهرني انا ما معرف ليش عملت له هاي المفروض اعملا لازم اه 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 شو عمل على على شو اسمه على صوت هادا فاز بدون بدون والله هعمل لك ريبورت ازا ازا بضلت معت الايموجي ايضا ولا هادا الامانة يعني ما فاز بالحظ هادا استراتيجي اللي عم يعملها صحا استراتيجي مستفزة مسمى اللي بدني بس اعملها بصحة يعني هاي الطريقة حتة كونتر تيب بس انا هاد الشي اللي بيخليني يقتنع انه لازم يكون في زلدرس ببتين بصراحة زلدرس الاخضر ممكن يعمل فرق كبير كبير يعني هادا التراش اللي هلا كعمل عبتو ضيما كان هيدر يعمل التراش نهائيا انه كان عنا عندي زلدرس ببتين فازا حابين نجرب زلدرس بالبي في بي هو الشي مجربو بالنورمال بي في بي واصلو هاد الفيديو كمان خمسين لايك لانه انتو ادهاوا بتقدروا واصلو خمسين لايك منعمل سوبر وايكني لازلدرس ونلعب في نورمال بي في بي 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 متجرب شو واضعوه ان شاء الله بلقابلي بعدو كنتم امنع منه اه game show case elite bvb اه متل ما حشفتم ما كان في ساريال اعتقد حتخف جيد ساريال شوي اه بعد جيد اه زيلدرسل انو العالم حيكونوا عم يشربوا زيلدرسل مولا انو ساريال اف متا لا من ساريال انا بنتلكم منحلم دور مانا يطلع طبعا ولا ساريال لسا متا هو بخوة بس لانو العالم كتير مبسوطة على اسولد ومبسوطة على زيلدرس والشباب الطيبة فاحتمال تشوفوا اكتر وللامانة للامانة حاليا وضع تبع كتير جميل لانو في تنوية جدا كتير طبعا الا الزبايل اللي كان عم يلعب بطي هلا اللي عم يلعبه دوان يعني انا فيني العب دوان وبكل بساطة عندي دوان مية بالمية الا ultimate تيمو جدا 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 جاهز بس الواحد بيحب يغير بس ممكن هدول يكونوا free to play ومستثمرين تيمو واحد بس انا بصراحة لزعجل لانو مخصمت من الاخير التيم قوي بس انا لعيب تبع التيم قلت لكم يا من اول لابة اول اعتقد اعتقد لو انا بشيل ادرول بحط بداله زيلدرس الاخضر كتير 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 ممكن تفرق وزا بحط بالسب استروسا ممكن تفرق بس المشكلة استروسا عندي الساتو فور سيكس وزا ندرس الاخضر الساتو وان سيكس اه متل ما ازلكم اوصلوا هالفيديو للخمسين لايك وان شاء الله من اعمل له سوبر اويكلي من الشاب الحلو ونجربه بالنور بالبيت تمنى يكونوا لعجبكم البيتكو اليوم اكتر فيديو بعمل في بدليات العالم سمح يكون عجبكم الفيديو واذا عجبكم المحتوى حابيتشوفوا اكتر محتوى على سفين دادلتين زماهيرو اكادينيا اشتركوا بالقناة ان شاء الله يكون في كتير كتير محتوى عن المرضوهات وعن لعبتين هدول ولا تنسونا باللايكات والتعليقات تحت تكتبولي شو احسن تيم الكاونتدلس بالي اللي لعبوا ضد اليوم واشوفكم على خير